بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الاعزاء اهلا وسهلا ومرحبا بحضرتكم معنا في فيديو جديد في فيديو سابق شفنا طريقة التلقيح ازاي نلقح زهرة الكشتة والفيديو ده الهدف منه ان احنا نشوف علامات نضج الكشتة ازاي اعرف ان الكشتة نضجت ازاي احصد الكشتة امتى احصد الكشتة ودي الزهرة اللي احنا لقحناها وعقادت ما شاء الله بدأ السمار تاخد حجم جيد شفنا عملية التلقيح في فيديو هنا ما شاء الله الاحجام بدأت تاخد وضعها جيد بدأت تاخد احجام عندي طبعا سمار الكشتة لو طرقناها على الشتلة لحين ما تستوي تمن نطجة هتقع بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفنا هجيالقيها وعلى الارض طب امتى اقصها هنقص سمار الكشتة لما اشوف عندي بدأ يعطيني اللون الفاتح ولو تركت سمار الكشتة بعد ما تنضج هتشقع هتتكسر زي ما حضراتكم شايفين بنفس الشكل هنا مستوية السمرة بدأت تتشقع ولو تركتها بعد يوم او اتنين هرجع عليها على الارض بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شايفين طب امتى اقص سمار الكشتة هو ده اللي احنا هنشوفه في هذا الفيديو ازاي احافظ على اني اخلي السمرة تنضج على الشتلة واخد السمرة قبل ما تتشقع بنفس الطريقة وقابل ما تقع في الارض بنفس الشكل وادبوز مني ما ابدأ ايا سمار الكشتة بعد التلقيح ستين يوم بتبدأ تنضج بتبدأ تنضج وابدأ اشوف عندي اللون الابيض بدأ اللون الاشتاء عندي زي السمرة دي السمرة دي نضجت بدأت تعطيلي اللون выбدأت تنضج عندي بدأت تعطيلي اللون القيض زي ما حضراتكم شايفينه دي بدأت تندق مفروض انا ابدأ احصدها الواتي اطفها وخليها عندي يومين تلاتة بالكتير قوي بتبدأ خلاص اكتمل النطج بتاعها عندي في البيت مش محتاج طبعا ان انا احطها في تلاجة او احطها في مكان معين بنخليها عندنا في البيت وبتندق وطبعا بالنسبة للمشاريع الزراعية بيقصوها بنفس اللون اول ما تبدأ تعطيلي اللون الفاتح بيبدأ يقصوها في المشاريع الزراعية لحين ما طبعا تطلع للأسواق والمحلات بيكون اكتملت نطجة عندي انا في البيت او عند حضرتك في الحديقة هنستنى شوية لما اللون الابيض ضي ينتشر شوية نوعا ما وقبل ما تاخد آآ ليونة قبل ما السامرة تبدأ في آآ مرحلة الليونة عشان ما تقعشي من علاء الشجرة هبدأ اقصة وتاني يوم هكلها بالهنة والشيفة تكون وضعها ممتازة. انا عارف ان الفيديو قصير ولكن الهدف منه هو عملية علامات نطج القشطة وحصاد القشطة وازاي اقص القشطة وازاي لو ما خلق لو ما قصتهاش هيحصل ايه للسامرة على الشطلة او على الشجرة في فيديو آآ في تفصيل كتير اللي هو التلقيح الازهار ازاي انا اكون عندي شطلة قشطة وما بتصمرش ازاي اخليها تصمر وازاي اخليها تزهر وازاي اه القح الزهرة هيكون لنا فيديو قادم ان شاء الله بازن الله عن زراعة الاشطة بالبزور الطريقة الوحيدة اللي ازرع بها الاشطة من البزرة وتنبت عندي الاشطة اتمنى من الله ان يكون قدمت حضرككم مع الموفدة اتمنى ان الجميع يكون استفاد ولا تنسوا الزكاة لعلم تبليغه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة